ونضيف كمية القصبر والمعدنوس ثم نضيف الفصوص المكونات السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة انتي سار شانيل نتمنى الفيديو دي ليلقاكم وانتم في احسن الاحوال وبصيحة جيدة ولكن اول مرة تشوف القناة لا تنسيش نضم العائلة دينا اضغطي على الجرس باش تواصلي بجديد فيديوهاتي وكان رحب دائما بالناس اجداد اللي تحقوا بالقناة كمقول لكم مرحبا بكم و الف الف مرحبا جيتكم بفيديو جديد وفي هالفيديو هدا جبت لكم معي الطويجين سريع وغريب من اروع ما يكون كيجي لديد سهل ضغية كيوجد فرمشة عين خصوصا للسيدات المهضافات و للعاملات وحتى اللي قاسف الدار وعيات من الكوزينا فكتوجد هالطويجين هدا يعني فواحد الوقت اللي هو قصير كيجي لديد وكيشبع في نفس الوقت و اكيد غدي اعجب وليداتكم ويعجبكم حسنتو مايا كيف كتشوفوا معي التعجيل اللي كله صحي و كيف قلت لكم الاهم انه ضغية كيوجد نخليكم مع الفيديو فارجة ممسعة و غاد ندوز دابة باش غاد نشارك معكم المقادير او المكونات اللي غاد نحتاجوا التويجين دينا بالنسبة لها الفيديو اللي بنات شاركتوا معاكم كتن ديروا معاكم في الليف ولكن مكتبش لاني كانت ديروا واحد المشكين فى القناة و ما كانوش عديد تعاليق كي تلعو يعني انا ما كنتش كنقرأ تعاليق و احتى البنات دخلوا عندي الخاص وقالوا لي بانك يكسبوا لي التعاليق و انا ما كيوصلونيش فما كتبش نديروا معاكم فى الليف فاسجبتوا ليكم هكا فيديو و ان شاء الله يلعجبكم هذا الفيديو هذا غاد نشارك معاكم بزاف دي المجموعة دي التواجن المهمة البنات ما نطورش عليكم بزاف بالنسبة لها المكونات غادي نحتاجوا عندي هنا درجوش بصلات خداريين اللي قطعتهم هكا طريفة صغار اللي ما عندوش بصلة خدارية غادي نديروا بصلة واحدة مهمة كل حجم دياله متوسط غادي هكا تشل دوها رقيقة غادي نحتاجوا كمية عجلبانة وكتبقى بالنسبة للمكونات كيبقى وعلى حسب الاحتياجيالكم وعلى حسب الافراد الاصرى اللي عندكم انا درت هنا كمية عجلبانة درت جوج حبات دي اللي بتاعتها كوبار اللي قطعتهم مربعات صغيرة درت نصف فلفلة حمرة ونصف فلفلة خدرة ووحد طريفة صفرة اللي قطعتهم مكعبات صغيرة ضفت عليهم واحد صدر ونص ديال الدجاج كان لديو حصدير ونص ديال الدجاج شاوما قطعتهم كا طريفة صغار كنا اخذوا كمية عالقصبر والمعدنوس وخديت هنا جوج فصوصة تومة اللي قطعتهم انا طريفة صغار إذا مبغيتوها جيبينة فحكوهم واصلا انتم الناس اللي قطعتها في الطاجين راك تدوب ما كتجيش نهائيا بينه صاف هدو هم المكونات اللي عندنا بالنسبة التوابير غادي نشاركو معاكم وانا كنوجدت في الطاجين هنا يا اخذيت كيف كتشوفوا الطاجين ديالي قطعت فيه جوج مع القاتل الزيت وخليتوا سخن واحد شوية هنا غادي نضيف عليه الكيمية اللي عندي ديال الصدر ديال الجاج كيف كتليكم ممكن تديروا طريفة تعل الحم ولكن كلا درتوا الحم لا غادي نطيبوا الحم ولول لكن عارفوا اللحم كي يشطيها بما شبح الصدر ديال الجاج ممكن تديروا الكفتا حتى هيايا المهم على حساب اللي بغيتو ولكن غير بالصدر البنات على كي يجي مداقو هائل دفت هنا البصلة اللي قطعتها مكعبة صغيرة وهنا درت الكمية ديالج البانة اللي عندي وغادي نضيف هنا يا الفلفل الوان اللي قطعته حتى هوايا بالنسبة للفلفل غا تشوفوا فيه هنا يلمع وغادي نضيف هنا يا الكمية ديال القصبر ومعد النوس غادي نضيف عليهم تسومة نحاول نوزعها لخوضة كاملين وهنا غادي نضيف عليهم واحد شوية ديال الملحة كسبقاء لحسب الدوق ديال كل واحد كيف تليكم انا هنالطاجيران يمشعل عليها يعني يبدأ كي يسخن غادي ناخد واحد المعلقة وغادي نخلط هاد المكونات كاملين كيف غادي تشوفوا معايا غادي نحاول نخلطوهم كاملين ما غاديش ندير هنا حتى نقطة ديال الماء هادا صغير جوج معلقة ديال زيت وعندي جوج البانة كانت في المجمد يعني غا تطلق شوية على الماء والفلفلتة همايا غادي تلقو لي شوية على الماء والبصلة سهية كنعرفوها كتطلق الماء فما غاديش ندير نهائيا لما صافي هنا بعد ما خلط الخضاء كاملين كيف كتشوفوا غادي نغطي عليهم ما غاديش ندير لا توابيل لا تشي حاجة حتى يدخلهم هاكا واحد شوية الطياب لان ما ديراش الماء الى دير توابيل غادي تحرقو لي ويسقو لي في القاعد يالتاجين صافي غادي هنا نغطي عليهم ونخليهم حتى يطيبو لي نص طيبارة ما كي ياخدوش بزا فتا على الوقت ونرجع معكم باش نكملوا بقيات المراحل ومن بعد ما خلطت طواجين تيالي واحد لمدة ديالة خمسة دقائق بما الخضر بدأت ندخل فيها هاكا الطياب لان عدنا التعطا وجي البانا دغيك يطيبوه وفي الفلسة هي كذلك كتشوفوا هنا وعدي واحد الكيميات على الماء لاني مدرش لبنات الماء نهائيا هاد الخضرة هادي هي اللي طلقت لي الماوس درت على الجاشة هو في فلقة الماديالو صافي هنا حاولت كنخلط هام هاكاية باش كينساج مليا وغادي ندوز باش غادي ندير التوابل درت هنا واحد الكيميات ديال قياسة رسمعلقة ديال كامون كيتوا تزوين مع ها التعجين ودرت نص معلقة ديال قصبريابة مطحون وهنا كندير الملحة وكتبقى على حسب الضوء ديالكم وغادي ندير واحد الرشة ديال البزار او الفلفل الاسود صافي وغادي نضيف عليهم التحميرا او البابريكا هادو هما التوابل اللي غادي نديرو يعني ما غاديش ندير خرقوم ما غاديش ندير سكنجبيا كنديرو غير الكامون اللي كيعتنا واحد المدق هائل ها التواجين هادا والقصبريابة صافي مبعد ما ضفت التحميرا غادي نخلط هاد المكونات كاملين وغادي ندفع اليوم هنا يا معلقة ديال مركز تماطم او مطيشة الحق بالنسبة اللي ما بغاش يدير هاد المعلقة هادي ديال مركز تماطم غادي تاخدوا حبة ديال مطيشة وغادي نتحكوها وطيفوها او غادي نتحت اخدوا حبة ديال مطيشة من الاول وتخيدوا لها القشرة تاعة وتقطعوها طريفات وتديروها مع الخضر يعني من الاول باش هكتب لكم وغادي ندير غير معلقة ديال مركز تماطم كيف كتشوفوا خلطتها بشوية ديال ماء باش هكا نخففها وغادي نخلطها مع المكونات كاملين وغادي نخلي الطاجين ديالي غادي نخطع ليه ونخليها يطبع لخاطره يعني را واحد مدة ديال عشرة دقيق كي يكون جاهز ما كي ياخدش منا بزيف ديال الوقت ولا المجهود والبنة يا البنات يا سلام منقوش ليكم وحضر رايحة عندي هنا هنا في الكوزينة ديال مضاقو زبين بزيف مهم نخلي الطاجين ديالي نكمل معاكم بقية المراحل وهنا البنات كيف كتشوفوا صافي الخضراء طابت هاد طريفات ديال صدرت عجاجة هما بعد مقلبتهم وضقتهم منقوش ليكم البنات واحد المضاق لديد 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 بزيف طاجين اللي هو سريع ممكن اي وحدات وجدو في عشرة عالدقائق يعني بحل السيدات مساكلة كي يكونوا خدامات اللي يحصل اللعوان يعني كي يجيوا كي يبغيوها كي يوجدو شي طويجين ولا شي اوكلة اللي غادي تشبعهم وتكون لديدة ولكن ما تاخدش منهم الزب ديال الوقت وديال المجهود فما عليكم غير به الطاجين هذا وحتى السيدات اللي في الدار ما كي بغيوش يوقفوا بزيف الكوزينة كي بطيكم هاد طويجين سريع ده هي كي يوجد صافي البنات بعد مطاب ممكن تقدموها كايا كي يجي لديد لبنات منقوش ليكم ما داقوا كيف يشدير او ممكن تديرو فيه واحد الاضافة اللي غادي ندير فيه انا دابا كيف راتشوفو اهنا خديت البيض هادي بيضة واحدة طر ربسها وغادي نخوها بهذا الشكل هذا وغادي نضيف بيضة اخرى يعني كي بقى البيض على حساب الكمية اللي بغيتو انتوما تديرو جوج تديرو ثلاثة على حساب اللي بغيتو تديرو حتى ربعة انا هنا غادي نضيف ثلاثة سعى البيضات وغادي نعاود نزيد بيضة اخرى كيف تديرو ثلاثة على حساب البيض ممكن تديروه موهيم كي بقى ليكم تومر ختيار انا افضلت نطرب البيض بهذا الشكل هذا صافي وهاتو يجيني واجد كي يجي ديد البنات موهيم من بعد كتصحون ثومر دوق انا شوية الملحة وهنا غادي نزيد واحد الخوية للزيت البلدية اللي كي يزيدوا واحد الماضاق سافي وغادي نغطى عليه ونخليه على ما يطيب لي البيض ونقدموه وهذا هو شكل نهائي ديال التاجين ديالي بعد ما طاب كيف كتشوفوه غطيت عليه حتى طاب البيض يعني البيض رادي كي طيب غير فاديك الصح ديال التاجين كي طيب من بعد ما عريسو فكيكون هذا هو شكل دياله النهائي هنا مازال باقي سفون يعني باقي فق البلدية صورتو ليكم من بوشيكم البنات واحد الماضاق وواحد الريحة ماضاقوه هايب بزف كي يجي ديد كي يعجب لك بار الصهار واجب اللي كاملة متكاملة كتوجد في واحد الوقت اللي هو وقت طير كي يبتليكم إليك انتي خدامة او مو ضافة او لقاسة احتفل في البيت ديالك علش الله هكا كنبغو نديروا واجبات اللي كتكون سريعة وديدة فما عليك غرب هالتاجين هادا عدي تواجده فرمشة عين واكيد غادي يعجب الاسرة ديالك كاملة خصوصا انا كنسميه تاجين طوارئ الى كنت مزروبة فكنديرو هو اللي كينفعني كنتمنى هالتاجين هاداين الاعجاب ديالكم وتجربو حسنتو ما وتشاركو مع الافراد الاسرة ديالكم وإلى عجبكم تواجيني وعجبكم الفيديو ديالي فما تنسونيش من تعليق ديالكم واللايكات ديالكم اصبحت تجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع تواصل لتعم الفائدة ولكنو كيجبوكم هادا النوع هادا ديال الاوكلات السريعة او الوجبات السريعة فخليوها ليفتع عليكم ونزيد نشارك معاكم عدة اشكال ديالتاجين اللي بمضاقات مختلفة وضغية كيوجدوه ويكونوا اقتصاديين في نفس الوقت خليتكم في امن الله وإلى تواجه الاخر ان شاء الله اشتركوا في القناة